اشتركوا في القناة 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 وهذا الشيء ليس بالسحل لانه الرئيس البكيري يقول بانه قد وصل ما تابندين الى اتفاقية وعلى الاخرين الانضمام فقط يعني يشاركون في المناسب السياسية ولا يتحدثون عن التفاصيل الاتفاقية الاتفاقية في حد ذاته لم تطبق كما تم الامضاء عليها لانه عندما تم الامضاء على الاتفاقية اتفقوا على عشر ولايات والان عندنا اثنين ونتلتين ولايات بالاضافة لانه الرجل الذي كان يجوز ان يكون النايب الاول اصبح الان في المنفى في جنيه افريقيا فالاتفاقية ناقصة فلابد لك تكون الاتفاقية متكاملة لابد طبعا من انه ادو اعتبار لمجموعة المشار ادو الاعتبار للمجموعات التي خلقت حديثا لابد من الحديث عن اشياء معقدة مثل الفترة الانتقالية يعني الفترة الانتقالية ثلاثة سنة الخرابة الحصل في الجنوب والقتل الحصل في الجنوب والعداوة والكرهية التي قامت في جنوب لا يمكنك حلها او اصلاحها في ثلاثة سنين كيف يمكن لإيقاد بعث الحياة في اتفاق السلام انا رأي اقول ان الفترة الانتقالية التي تعود الجنوب الى ما كانت يعني الى ما كان عليه عام 2005 نحتاج اقل الشيء خمسة لعشرة سنة تكون الفترة الانتقالية لا بد من خلق جيش وطني جديد جيش حديث اصغر من الجيش القديم لانه جيش الحركة جيش الحركة الشعبية الذي خلق عام 1993 الناس الناس عجزت الناس كبرت ما في معاش في هذا الجيش يعني لا زال نفس اللواءات بتالت لا ذالوا الآن هم الذين يقودون الجيش والأمية متفشية لأبعد الحدود في هذه القيالات ويقال عادة بأن الإنسان المثقب جبان الإنسان الأمي كان يجيد الحرب ويريد أن يعرف من هو العدو فقط دون تحليلات معقدة أما الناس المثقبين يضيئون وقتا مطولا في التحليلات وفي النهاية عندما يصل إلى نتيجة حتمية تكون الفرصة الفرصة ذات فاتت لابد من تغيير الجيش غيادة الجيش لماذا تحمل المعارضة الحركة الشعبية الحاكمة مسؤولية فشل إدارة البلاد الحركة الشعبية لم تكن حزبا كان تقتل بتأكله لأحزاب الجنوب من حزب سانو لحد يجب هذا الجنوب مجموعات لم تكن سياسية مجموعات مهايدة مجموعات طلابية كل هذه المجموعات كانت في الحركة الشعبية وهناك من مجموعات استحوزة على الحزب على الحركة الشعبية وجعلت هذه الحركة حزبا لكتلة معينة محددة داخل الحركة الشعبية إذا ما نزلت إلى قيادة الحركة الشعبية الآن هذه هي القيادة العسكرية التي كانت موجودة والدكتور جون قام يعني المجموعات التي كانت في الخارج مثل المجموعات التي قامت بالعمل الديبلوماسي غير موجودة في المكتب السياسي المجموعات التي كانت في الداخل يعني مثلا في خرطوب يعني نادر ما تلقى عدد أفراد منهم في المكتب السياسي دا بيقى يعني محنطة قيادة محنطة يعني مثل الموميا الفراعوني والعالم من حولهم يتغير ولكنهم يظنون بأن العالم توقف في فترة الحرب كل هذه الأشياء تريد تغيير عشان البلد يمشي لقدام وإلا سيحصل له ما حصل ما يحصل دائما يعني قالوا في المجتمع الزندي إذا كان سلطان ظالما الناس تحاجر بالليل يخلوه نايم ويرحلوا لمن يقوم السباح يلقى ما في زول يحكم هو يمشي يبحث عن قبيلة تاني والقبيلة يعني هو يطلب أنه يتقبلوه ويعود كفرطة عادي إلا لها يحصل بقى في غيادة الحركة الشعبية برأيك إلى أي مدع يمكن أن يكون الدور السوداني حاسما في أزمة جنوب السودان طبعا في تضارب في فهم الأفارقة وفهم الغربي الدولة الغربية إذا قامت بالدفع تريد أن تدي اعتبار لموقفها يعني هما ممكن يدفع لك التكاليف للحوار أو المحادثات وتمشي تطلع بنتيجة هم غير راضين عنها ده مهم جدا الأفارقة طبعا هم قالوا نحن نتوسط الإيقال الاتحادة الإفريقي لكن الولايات المتحدة واتحادة الأوروبي والسين وهي تمول والنرويج تمول ثم نخرج في النحاية بنتائج غير مقبولة لهذه الدول ده شيء ما مقبول الحاجة الثانية أن معظم الدول الإفريقية لا تفرق بين شعب جنوب السودان والحركة الشعبية كحزب هي تعتبر بأن شعب جنوب السودان هي الحركة الشعبية ولا يفقهون بأن هناك مجموعات في جنوب السودان ضد الحركة الشعبية ولا تريد الحركة الشعبية وفي أعداد كبيرة جدا من السكان لا تعرف حتى ما معنى الحركة الشعبية يعني الحاسد Denka معظم الدين großes ما فيعرفوا الحركة الشعبية ديشنو يعني ساحب يقولوا سبل ما سبل ليه لكن هذا يعني معظم الناس ما بيتكلموا إنجليزين ما بيعرفوا المعنى بالحركة الشعبية فالدول الافريقية مبت عارف جنوب السودان مبت عارف جنوب السودان يعني اكثر من يعرف جنوب السودان هوم السودانيون فى الشماط لأنه عاشنا مع بعض والرئيس البشير كان رئيس الشمال والجنوب يعني وبيفهم بيعرف القبائل بيعرف الأسر بيعرف تركيبة سكانية ما أظن أنه الرئيس التنزاني بيعرف تركيبة بتادي القبائل في جنوب السودان أو الرئيس الجبوتي فهذه الناس يعني بتفتكر أنه الإسلال أو الأمور في جنوب السودان لابد من توحيد الحركة الشعبية ده ما مسؤوليتهم أنه يوحدوا الحركة الشعبية وتوحيد الحركة الشعبية خلوا للجنوبين ولا يجب أن يشوفوا حل أمثلة يعني يكون حال سامل تجيب كل القبائل الجنوبية وهي تتوحدها أولى الحركة الشعبية أنا شخصيا بيعتبر أن الحركة الشعبية فشلت يعني فشلت في إدارة الجنوب يعني تلقاهم يقولوا سلبكير فشلت يعني سلبكير لم يكن يحكم وحده فنالك مجموعة حول سلبكير هل سلبكير هو الوحيد الذي كان فاسدا في الجنوب هناك عندما نتحدث عن الفساد في الجنوب لا نتحدث عن سلبكير نتحدث عن القيادات التي كانت في السلطة وهذا الشيء ينشامل لكل من كانوا في الحركة الشعبية عشان يكون فيه إسلاح في الحركة الشعبية لا بد من النقطة ذات الاعتراف بأن الحركة فشلت وخانت شعب جنوب السودان وأدت إلى حرب حجرت فيه سكان حجرت الجنوب يعني فيه أعداد كبيرة مشل لدول المجاورة فالدول الإفريقية لا تعرف المدخل الحقيقي للحال كيف تقرأ مستقبل العلاقات بين الخرطوم والجوعة؟ ولا يشوف يعني أنا شخصيا أنا قابلت الرئيس البشير 2011 يومين ولا ثلاثة أيام قبل الإعلان الانفساد أنا كنت معه في بيته مشيت زرت كنت في الخرطوم وتحدثنا عن البترول وأنا كان يندي أطروحات كانت ستساعد الجنوب وتساعد الشمال معنا أنا قلت لأنه طبعا الفحم الخاطئ كان في قيادة الحركة الشعبية إنه سعر البترول هذا سيستمر يعني سيستمر في الارتفاع لم يتوقعوا بأن هذا السعر في يوم من الأيام سيكون تحت لها 50 دولار ولهذا اتفقوا على السعر للبرميل إنه كل برميل السوداني أقض كم وعشرين أربع وعشرين دولار طيب أنا كنت دائر نسبة أنا ما كنت دائر إنه يتفقوا على السعر محدد يقولوا من كل دخل البرميل حكومة سودان يعني تعخذ نسبة كده لو كان يتفقوا على النسبة كانت يعني كانت تأثير نزول أو ارتفاع السعر كان تأثيره على جنوب ما بكوننا على هذا المستوى زي ما هو الآن في الوقت إنه نحن فيه وكان برضو في نهاية المطاف حتى البترول وبيغة 150 يعني البرميل بيغة 150 دولار للبرميل ما برضو بخلي الجنوب يدفع يعني الجنوب حيدفع الديون بأسرع وقت ممكن لكن إذا سعر نزل أهو حسن نحن شعبين المشكلة نحن فيه نعبيب البترول كان المشتركة ما دقوا نعبيبنا سودان والجنوب سويا البسامشن المسفى ده مسفى الجنوب والسودان سويا يعني كان ممكن نحن نتفق كيف يمكن أن نجعل المصالح بين البلدين عاملا لتطبيع العلاقات بين خطوم وجوبة كل دول العالمة التي حاربت لو نظرنا إلى ألمانيا وفرنسا ألمانيا وروسيا هذه بعد الحروب الدول دائما تتسالح وترى مسالحها المشتركة يعني أنت ما ممكن نعيش في الماضي إنه نحن حاربنا وتاني خلاص ما نتعمل ما في عداوة دائمة في السياسة في السياسة لا بد أن تتواكف الزمن وتتواكف الظروف وتشوف المسلح المشتركة وين مسالح السودان والجنوب مسالح مشتركة ولن تتغير يعني هناك أعداد كبيرة جدا من الجنوب يعني خاصة نحن في مجموعاتنا في الوالدين كان في شمال البحر الغزال أو النوير القادم في ولاية الوحدة دين ما بيعرفوا كونغو وين ما بيعرفوا يقنى وين هم بيعرفوا بيمشوا بيمشوا المجلد بيمشوا الضعين حسنا مثلا لما حصل هذا المشاكل حسنا الحروب الداخلية والمجاع الناس حجر للشمال ما يستاذنوا من الحكومة في جوبا الناس بتحاجر فالمسالح مشتركة مسالح أذلية مسالح تاريخية والسياسة لن تغير في ذلك الشيء يعني فعلى هذا الأساس أنا أظن أنه على رئيس الوكير أن تحسن علاقاته مع السودان ما في طريقة الشيء حسن كان بيقول أنه الجغرافية الجغرافية تحتم علينا التعايش ما ما حلنا حاجر ما ممكن نشيل جنوب السودان نرحل سؤال ربما يكون متأخر هل كان هناك تعجل في انفصال جنوب السودان قصة الانفصال طبعا ممكن تنزل لقصة الانفصال من من نواهي مختلفة هناك من طالب بحق تغرير المسير ليقاف الحرب يعني لما نحن نعغسنا الدكتورة علي الهاج في مؤتمر فرانكفورت ما طالبنا بحق تغرير المسير كراحية للإنسان السوداني الشمالي لم يكن هذا هو السبب السبب أنه نحن كسياسينا جنوب قلنا إذا لا نستطيع إيقاف الحرب بالمحادثات فنلقى حل مقبول لكل الطرفين الإخوة في الشمال كانوا يطالبون بدولة إسلامية وتطبيق الشريعة ونحن في جنوب نقول بأننا لسنا بمسلمين ولن نقبل بدولة إسلامية فعلينا إيجاد حل وسط مقبول لكل الناس حتى نحن لما طرحنا للدكتور علي الهاج في فرانكفورت قلنا طبقوا الشريعة في شمال ولا تطبقوها في الخرطوم في العاصمة المشتركة فالدكتور علي الهاج قال إذا لم نطبقها في الخرطوم فأين نطبقها ففي النهاية قلنا كويس تطبقوها في بحر قوام درمان ولا تطبقوها في الخرطوم رفض في النهاية قلنا حتى تطبقوها في أجزاء من الخرطوم ولا تطبقوها في مكان الدواوين الحكومية رفض قلنا نرحل العاصمة العبيعي كل هذه الأشياء تطرقنا عليها وفي النهاية المطاف قلنا نتحدث عن انفسال موقت انفسال موقت تغرير المسيح لم يكن في أدبياد الدكتور جون قران الدكتور جون قران كان يؤمن بسودان مواحد اشتراكي علماني من نمولي لها دي حلفة يعني جون قران لم يعيش في الشمال طويلا ولم يدرس في الشمال ولا يعرف عقلية الشمالين كما نعرفها ونعرف ان المسلم الملحد حتى المسلم الغير متمسك لا يمكن ان تطلب منه امام الملأة تقول له نتسأله نطبق شريعة ولا لا وهي يقول لك ديرين شريعة ما هي يقول لك نحنا ما دقي شريعة فلح هذا الاساس يعني نجحنا في اقابة الحرب الحرب بهالك تغرير المسير ولكن فجرنا حربا جديدا في جنوب السودان فاللينا الآن علينا ان نراجع نراجع انفسنا هناك اماني لضل بعض بعودة الوحدة بين الشمال والجنوب ما رأيك؟ يعني انا لما اتكلم عن التحات انا بيتكلم عن التحات بين السودان وجنوب السودان التحات هذا له يعني يتخلي عن الدولة الجنوبية يعني نحنا ممكن نحافظ على الدولة الجنوبية الرئيس البشير قال انت الجنوب another one only Himiduno ما دايره قال الجنوب الاهنتكم قال الجنوب الانAAAA Government ما ياهو الجنوب الحسن اذا انا اصلا ادىتكم انت من الفضل loisations لايه اقبل الجنوب الحسن الخربان فالمطلوب شنو؟ المطلوب أنه نحن يكون في اتحاد الاتحاد مثلاً لما أغفق أنا شخصي أنه الاتحاد يخدم الجنوب والشمال يعني يكون في اتحاد طبعاً دولة الجنوب يعني زي ما في أوروبا الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي حسن ألمانيا لم تتخلع عن الدولة الألمانية لكن الاتحاد يعني بيخدم مسائلها مشتركة يعني حسن إذا عملنا الاتحاد مع تنزانيا نحن الرئيس الوكير غرر ان نضم الاتحاد الشرق في غير. اولا ما في قرار الاتحاد باذا عمل بطريقة زي دا. الاتحاد باذا عمل الاتحاد لازم تشيل شعبك معاك. شعبك لازم يوافق. يعني ما الرئيس يقعد براوه بس كده هو يقول خلاص اتحاد. اتحاد شنو بيعملو كده. ثانيا نحن ما بنعرف تنزانيا ولا بنعرف رواندا. ما بنعرف برندي. واذا اتحادنا مع برندي. هيخدمنا بشنو يعني. لكن اذا اتحادنا مع سودان. ده بيخدم الجنوب. تحلينا مشاكل الحدود. حدود مرن. حدود اقدر. حلينا مشكلة دا بيهي. ممكن مثلا نقول يعني زي ما حصل في اوروبا نقول مثلا العاصمة المشتركة للاتحاد. نخدها في ابيهي. خدها العاصمة في ابيهي. طيب البرلمان الاتهات في اوروبا في استراسبورغ في فرنسا. ما نخدها في كدوكلي. نحن البيهي مشكلة جبال النوبة. علاقة جنوب السودان بالحركة الشعبية قطاع الشمال تفهم تحت اي بنك بعض الانفصال. في ناس في الجنوب طبعا بيشوفوا انه يعني النوبة كانوا مع الحركة الشعبية او نيلة الازرق كانوا معنا في الحركة الشعبية ويرفضون التخلي عنهم. اذا انت ما بتتخلى عن النوبة وما بتتخلى عن نيلة الازرق لازم تلقى حل مقبول للسودان ومقبول للجنوب. وإلا ما كان فيه حق تغرير المسير. لانو حق تغرير المسير دا ما عدونا ساكت. ما عدونا انه انتو تشيلوا جزه بتاعتكم من السودان وان احنا بنحتفظ بجزه بتاعتكم. سووا في جزتكم الديرين. يعني انت ما ممكن تشيل الجنوب وتجي راجع لشمال وتقول لهم ولا ان احنا ما ممكن نتخلى عن جبال النوبة. يا طب. انا اندي اصحاب عبدالعزيز عبدالحيل الصديقي وانا بيحترمه جدا. لكن سياسيا القصة ما عواطف. القصة ده واقع سياسي. الواقع السياسي انه ان احنا انفصلنا. وإلا كان سرينا على سودان الجديد بتاع الديركتور جون وحاربنا استمرئنا في الهرب. اذا قبلنا بالمعادلة بتاعت انه ناخد الجنوب ونخلي سودان بتاع بقي هذا السودان خلاص. يعني لازم نقبل لها هذا. فالحل الامسل والاقرب الى سودان جديد بتاعت ديران الاتحاد. ثم بهذا الاتحاد ممكن مع السودان ندخل في اتهاء بتاع الشرق افريقيا. هو اصلا المسير المسير المشترك بتاعت المنطقة. يعني يقول مش في الزمننا لكن ربما في الزمن اولادي او احفادي. انه ممكن يكون في اتحاد كبير. يعني الاتحاد ممكن يشمل الغرنة الفريغي. والشرق افريغيا. وده طبعا يعني هيكون الاتحاد القوي. عملة مشتركة. علم مشترك. عندك علمك بتادي الدولة. وعندك علم مشترك للاتحاد. عندك عاصمة نشيد حتى زي نشيد الاتحاد الأوروبي. فيه نشيد مشترك. اه? ديل شنوه سمر وكده. دفي في عالمنا حاذا حاذا يعني ما 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 في زول بتكلم حس عن لون. بيقول في مسالحة يعني الناس تتكلم عن مسالحة وافريغيا يعني لازم تتخطى الحدود بتاع ذا الاستعمار. الناس لازم تتعاون تشتغل مع بعض. هل تعتقد ان الاجواء مهيئة لاجراء انتخابات في جنوب السودان؟. رئيس البكير لو دال انتخابات ونحن في حالة حرب. احسن بس يمد وجوده في السلطة. لاني ما ممكن تعمل انتخابات في الوضع الناس فيه. الناس ما لا يتاكل. دير تعمل انتخابات بتاعت شنو؟. ها? كيف ترى معادلة الحكم في جنوب السودان الان؟. هو والد ان شاء الله. انا في ناس جنوب السودان فيه ناس يعني ممكن. في عدد ناس في ناس موحلة ممكن. ما انا دائما بقول انه الانسان الدكتاتوري هو الذي يقول بانه لا خليفة لي. يعني يقول انه ما في بديل. يوم متى قالوا ما في بديل يا جعفة النميري. لما جعفة النميري فات. جو ناس. اوكي وحكموا السودان. وبعد عبود في ناس جو. وبعد سلوكير. هيجو الناس. وقرن ذاته لمن قرن يعني توفي. في ناس والله في جنوب واقعه ماتوا. لما سموا الخبر انه جون قرن مات. خلاص ماتوا. قالوا بعد جون قرن خلاص ما في جنوب. يعني ربما كانوا 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 مهقين حقيقة يعني. زياراتك المتعددة للخرطوم تصنفك ضمن المعارضة. ولا يعني انا طلعت من السودان يوم واحد تمانية تقريبا واحد تمانية الفين ستاشر. ومكست اكثر من سنة في اوروبا. لم اعد الافريقيا اصلا. لم اعد يعني في اكثر من سنة. ولكن برغم ذلك كانت في اشاعات انه لم يشافوني في الخلطوم. وانا ما عارف ايش. وشغل. شغل ضد الحكومة في 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 الخلطوم. طبعا كلام ده ما اصح. السودان ده بالنسبة لي? عاطفيا. 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 بمشي السودان. لانه اصلا انا يعني انا زمن انا هسا اندي اربعة اربعين سنة في المانيا. انا وصلت الماني يوم اثنين اثنين اهام 1974. ولو مش اشان الاسرة هو اسرة كبيرة. وانا ابن الاكبر لسلطان رينجلوال. في احتمال مع اجازة الجنوب ذات. شبته? ولمان الحرب قامت التصلب اي في المانيا. قالوا لي ساعدنا. وانا وقدمت مع معهم. ووقفت مع جنوب. وقدمت اللي انا قادر عليهم. انا الذين قعدت في انقي. قعدت مع الناظر محمود موسى معددو. اتعلمت اللغة العربية في انقي. اتعلمت الاسلام فاني. كنت ضيفو النافذ. يعني قالو ضيف ابوي قال لي أنت. ضيفو الناظر محمود موسى معددو. وداني هنا tapi قدلاني هنا فانا قعدت مع ناظر محمود موسى مادوه خمسة سنة من 64 حتى 65 امتحنتوا من 69 مشهد نيالة الثانوية الجديدة نيالة الفاشرة الثانوية القديمة فاشر مشهرة خلطومة الثانوية القديمة ده الزمن الزمن والعمر اللي عنده تأثير كبير على الإنسان كوستيلو قارنك رئيس الحركة الوطنية بجنوب السودان شاكر لهذه الإفادات الضافية عن الأوضاع في جنوب السودان ومستقبل العلاقات بين الخرطوم وجواء تحياتي والفريق العامل وإلى اللقاء